السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبدالرازي استشاري أمراض معضية ويزهد من الكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن سرطان المريء في الواقع سرطان المريء له أسباب كثيرة ومتعددة وهو منتشر إلى حد كبير في كافة أنحاء العالم لكن يجب أن نفهم ماذا هو المريء؟ هذا المريء عبارة عن أمبوبة عضلية ممتدة من البلعوم لحد المعدة وتوصل الطعام من البلعوم للمعدة هذه الأمبوبة ممكن تصاب بالأورام السرطانية هناك نوعين من السرطانات النوع سرطان الغدي والنوع الثاني هو سرطان الخلايا الحرشفية بالنسبة لسرطان المريء أسبابه متعددة لكن أساساً يكون هناك استعداد جيني عند الأشخاص الذين يأتي لهم سرطان مريء لكن أيضاً هناك استعداد بيئي هذه الناس ممكن أن تكون لديها أسباب معينة مثل الناس الذين يشرب كحليات كثيرة أو الذين يدخنون بإفراط أو الناس الذين لديها حموضة زائدة أو الناس الذين لا تقلون خضروات وفواكه طازجة كثيرة أو الناس الذين يأكل لحوم معلبة لأن اللحوم المعلبة يبقى فيها مادة اسمها نيتروزامين أو الناس الذين عندها ارتجاع مزمن في المريء أيضاً الناس الذين عندها سمنة يحدث لهم أيضاً في بعض الحالات سرطان مريء أيضاً الارتجاع المادة الصفراوية من المرارة هذا أيضاً من ضمن أسباب سرطان المريء أحب أن أقولكم أيضاً أن سرطان المريء يكون أكثر في الرجال عنه في النساء ويأتي عادة للسن فوق الستين سنة لكن أيضاً نرى بعض الحالات التي هي في سن صغير طبعاً هناك بعض الفيروسات مثل الهيومان بابللوما فيروس ممكن أيضاً أن يؤدي إلى سرطانات في البلعوم والمريء أحب ألفت النظر أن من أهم الأعراض التي تلفت النظر لسرطان المريء صعوبة البلع وصعوبة البلع تتدرج أول مريض يشتكي أنه لا يعرف أن يأكل الأشياء التي هي صلبة وبعد ذلك كل موضوع يزداد لغاية حتى عندما السوائل لا يعرف أن يبلعها أو يوجد صعوبة في البلع لدرجة أن بعض الأحيان لا يعرف أن يبلع ريقه أيضاً بعض الحالات تشتكي أنها لديها نقص في الوزن بعض الأحيان بعض المرضى يأتي لهم ألم في الصدر يمكن أن يحدث براز لونه أسود يمكن أن يحدث عند الناس هذه حموضة شديدة متكررة لا تستريح ولا تخف من العلاجات العادية بالحموضة بالنسبة لأن هناك ناس يحصل لها سرطان المريء نتيجة أن هم دائماً محبين للأكل الساخن مهم جداً أن نأخذ بالنا أن المريض الذي لا يتحسن على علاج المعدة أو ارتجاع المريء أو الحموضة يجب أن يلفت نظرنا أن يمكن أن يكون هناك اشتباه سرطان للمريء طبعاً مهم جداً أن نتوقع بالنا أن من أهم أدوات الفحص هو منظر على المريء نرى إذا كان هناك قرحة أو أورام أو فتاء في الهجاب الحاجز هذه كل الأشياء يتبين ويتوضح وممكن أن نأخذ عينة ونفحصها تحت الميكروسكوب ونأخذ جزء من النسيج وممكن أن نقوم بعمل مقياس للحامضية بالمريء بعض الأحيان لو وجدنا أن هناك اشتباه ورم في المريء بعض الأحيان نقوم بعمل أشعة مقطعية على الصدر لكي نرى مدى انتشار الورم بعض الأحيان نلجأ له مسح ذري على الجسم كله لكي نرى مدى انتشار الورم مهم جداً أيضاً أن نكون فاهمين أن هذا المرض نادر لا هو منتشر قوي لكي الناس لا تقلق لكن هناك طرق للوقاية من هذا الورم أهمها أن نقلل التدخين أو نتوقف عنه ونقلل الكحوليات أو نتوقف عنه ونزود من تناول الفواكه والخضروات الطازجة ونقلل من تناول اللحوم المعلبة ونقلل أيضاً من تناول الأكلات الساخنة أيضاً نحافظ على الوزن الصحي النموذجي بقدر الإمكان لأننا عرفنا أن السمنا من ضمن الأسباب أيضاً علاج الحموضة مهم جداً أن ننتبه له لأن كل ما كان فيه حموضة هذا ممكن يؤدي إلى تغير في الخلايا الجزء السفلي من المريء وإذا حصل تغير في هذه الخلايا نسمي هذه الحالة بارد وهذا بارد معناها أن تغيير في الخلايا السفلية للمريء في الغشاء المخاطي وهذا طبعاً ينبئ بقدوم أورام سرطانية في المريء مهم جداً أن نعمل كشف مبكر على هذه الأورام بحيث أن نكتشفها مبكراً لأن طول ما نكتشف هذه الأورام مبكراً يبقى العلاج أسهل بكثير بالنسبة للجراحة الأورام السرطانية في المريء هي طبعاً عملية معقدة وطبعاً المريء كما قلنا ممتد من الرقبة للصدر للمعدة وبالتالي نرى إذا كان هناك إمكانية للجراحة نعمل استقصال للورم وبعد ذلك نوصل المريء ببعضه لكن في بعض الأحوال ممكن أن نستقصل المريء كله في بعض الأحوال أيضاً نلجأ في بعض الأحيان للعلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي أما لو وجدنا أن هناك ورم منتشر في الغدد اللنفوية أو الرئة والعزام والكبد هذا نضطر إلى علاج طلطيفي يعني أن نعالج الأعراض فقط لغير ونعطي مسكنات للمريء ونضطر في بعض الأحيان أن نركب دعامة أو أنبوب في المريء لأن المريء يستطيع أن يأكل لأن في بعض الأحيان لا يعرف أن المريء يأكل من انسداد المريء طبعاً كما نعرف أن يحدث في بعض الأحيان مضاعفات لهذه الأورام السرطانية في المريء مثل انسداد المريء ألم شديد في الصدر في بعض الأحيان يحدث نزيف من المريء أحب ألفة النظر أن كلما اكتشفنا المرض مبكراً كلما كانت النتيجة أحسن بكثير وكلما تم الشفاء أشكركم جزيل الشكر أرجو أن تكونوا استفادتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته